إذن ما زلنا في أول آية الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النوع والله أن هذا المعنى على قدر إيمانك تشعر به تشعر كم أن جاك الله من بعض النفوس من بعض العقود من بعض التصورات من بعض الخطب كيف أن جاك الله بحيث لا تخطب بخطبهم ولا ترى اعتداءهم ولا ترى كذبهم ولا ترى جورهم هذه نعمة 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 كبيرة من الله الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا كما قلنا سواء كان كفرا كليا أو جزئيا والكفر الجزئي هو عند الله الكفر حق هو الكفر أولئكم الكافرون حقا هو الكفر الحقيقي الأصب الأصيل لأنه كفرين استخدام دين الله واستخدام شرعه في مشروع الشيطان هذا أبلغ من طاعة الشيطان في مشروع يخترعه الشيطان نفسه والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت ما قال وليهم الطاغوت أولياؤهم جمع وهذا الجمع السادة والكبراء والأحبار والرهبان كما ترون اليوم قناوات مهللون دعاء وانتشر الفساد في البر والبحر العالم الإسلامي يعج بالمآسي بالدماء ما يجوز ما يجوز هذا والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت الطاغوت مبالغ من الطغيان يطغى عليك شيء يطغى عليك كل شيء يطغى عليك بحيث هذا الذي يطغى عليك ليس من عند الله عنصرية وقبالية وحسد ومذهبية وكبر هذا هو أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم شوف الجمعة قبل الطاغوت وبعده أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم ما قال وليهم الطاغوت يخرجهم لا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات ألا أصل أن فيك نور أن فيك عقل أن فيك ضمير أنك تسمع أنك تبصر هذا نور لأن الحواس يخدم بعضها بعضا ويخدم العقل والعقل يخدم الحواس والضمير يخدم العقل والعجقل يخدم الضمير أو القلب الفؤاد وهكذا هو نور واحد ما تستطيع أن تقول أنني إذا سمعت مادة أو قرأت كتاب ما تستطيع أن تقول قرأته بعيني دون عقلي دون قلبي وهكذا أو سمعت واحد يتكلم هو واحد يخرجونهم يعني حواسك وقلبك وفؤادك يخرجونهم من النور إلى الظلمات وحتى النور القرآني تحرم الكذب يا أخي واضح أليس نور الأمر بالصدق أليس نور أليس واضح لا هم يخرجونهم من النور هذا النور اللي كان واضح تجد القنوات التي تتبع يعني معظم القنوات طبعا لكن التي مع أولياء الشيطان هؤلاء والله شيء عجيب يتكلمون بالصدق وهم كذبة يتكلمون عن الرحمة وهم قساء يتكلمون عن العدل وهم ظلامة يتكلمون عن الإنسان يتحرر وهو لا إله إلا الله في نفس هذا ظلم ظلمات يخرجونه من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون